في هذه التغطية التي نطل من خلالها على آخر التطورات السياسية والميدانية فيما يتعلق بالمشهد السوري كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن وجود انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الموقف من مبادرة المبعوث الأممي ستيفن ديمستورا حول سوريا والتي تنص على تجميد الوضع العسكري في حلب حيث تلتزم فرنسا وبريطانيا موقفا متشددا منها وتطالبان بضمانات قوية منها صدور قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع وأفادت المصادر أن فرنسا وبريطانيا لا تريان أن العمل بخطة ديمستورا يمكن أن يتم دون وجود مراقبين دوليين والحال أن إرسال هؤلاء يتطلب قرارا دوليا ملزما الأمر الذي من شأنه أن يعيد الانقسامات إلى مجلس الأمن من جهة أخرى أفادت مصادر دولماسية غربية أن أمريكا ودولا أوروبية تطالب بتأمين مراقبين للإشراف على التنفيذ خطة المبعوث الدولي إلى السوريا ستيفن ديمستورا التي تهدف إلى تجميد القتال في حلب ولفتت المصادر الغربية إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيبحثون في استراتيجية سورية تتضمن عدد من العناصر بينها دعم خطة المبعوث الدولي مع المطالبة بتأمين مراقبين وآليات ملزمة للنظام من جانبه رفض النظام السوري استصدار قرارا من مجلس الأمن لخطة المبعوث الأممي ستيفن ديمستورا إذا ما كان سيؤدي لقرار تحت الفصل السابع لافتا إلى أن دمشق اشترطت الموافقة على الخطة دخول قوات سورية وعودة مؤسسات الدولة إلى أحياء حلب حول هذه الملابسات في هذا المشهد السوري نرحب بضيفي فيلسستوديو السيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات أهلا بك ضيفي الدائم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم بداية هناك انقسام داخل الاتحاد الأوروبي في المواقف بشأن خطة ديمستورا كيف تنظر إلى هذا الانقسام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أخي سرمد دعني بمقدمة بسيطة قبل أن نذهب إلى الاتحاد الأوروبي وإلى ديمستورا أن أتحدث للسادة المشاهدين عن حقائق تمخض عنها الوضع في سوريا الصراع الذي الآن يدخل أو يكاد يدخل في عامه الرابع في سوريا لتكون هذه الحقائق بالنسبة إلينا درسا ونبراسا أيضا نتمسك به للمرحلة القادمة سأركز على ثلاثة حقائق يجب أن نكون قد تعلمناها وقد وعيناها من خلال هذا المراس هذا المراس والصراع والكر والفر بيننا وبين عدونا ونحن لنا عدو واحد في سوريا هو بشار الأسد والطغم الحاكم معه ويجب أن يكون هذا واضحا يجب أن يكون واضحا للجميع ولكل أبناء المجتمع السوري ولكل القوى السورية أن العداء في سوريا ليس عداء مجتمعيا بين فصائل مجتمعية أو بين مكونات مجتمعية هو فقط ضد مستبد فاسد ومجموعة من المستبدين والفسد والقتل فإذا ما تم فرز وعزل هؤلاء عندئذ يمكن أن يعود المجتمع السوري مجتمعا موحدا متحابا متآلفا الحقيقة الأولى التي أريد أن أقولها وأن أؤكد عليها أن الأيام والدروس والعبر تعلمنا أن النصر في سوريا ما زال ممكنا على الرغم من كل حملات التشكيك والتيئيس وأن يلقوا في قلوبنا أن لا نصرع عسكريا في سوريا هذا الكلام الذي يردده الكثير من قيادات المجتمع الدولي وأن نصر في سوريا مستحيل وأنه لا بد لنا أن ننزل على أحكامهم ما تحقق خلال الأسبوع الماضي يوم الاثنين الماضي تقريبا في منطقة الشمال في منطقة إدلب في منطقة الحامدية ووادي الضيف ومن قبل في المسطومة ما تحقق من انتصار رائع وجميل ومشرف يمكنني أن أقول بأنه يمكن أن يتحقق مثله في دمشق ما تحقق في وادي الضيف وفي الحامدية أيضا يقول لنا جميعا بأن هذا النظام أو هذه القوى الموجودة على الأرض هشة وضعيفة وأن هذا الذي يظن أن بمقدوره أن يبقى وأن يصمد هو غير قادر على البقاء ولو لساعات إذن نحن يجب أن نضع خطط عملية لتحقيق هذا النصر الممكن والقريب المعارضة المستعفة والمقاطعة اعتبرت هذا النصر ردا على مبادرة ديمستورا التي سنأتي عليها لاحقا إذن أنا الآن فقط يعني هذا ليس فقط رد على مبادرة ديمستورا ويمكن أنه هي هذا النصر بحد ذاته أن تستعيد الثورة والثوار والشعب السوري الثقة بالنفس وهذا عنصر مهم جدا في المعركة أن يكون المقاتل وأن يكون الثائر وأن يكون المعارض واثقا من نفسه النقطة الثانية التي أريد أن أركز عليها في هذه المقدمة هو أن النصر ما نصنعه نحن العامة عندنا عندما يجلس رجل في بيته ويقول فقير ما عندي يقولون يا رب رزقني يقولون له إن الله سبحانه وتعالى لا ينزل الطعام بالسلة بالقفة نقولها باللغة العربية لا بد من السعي ولا بد من الذين ينتظرون وينتظرون المجتمع الدولي وينتظرون الدولة الفلانية وينتظرون الدولة الصديقة وهؤلاء الذين ينتظرون لا يصنعون نصرا النصر هو الذي نصنعه نحن بتكاتفنا، بتآلفنا، بتوحدنا، بموضوعيتنا، ببعدنا عن التطرف، ببعدنا عن النشوز هذا النصر نستطيع أن نصنعه ونستطيع أن نحافظ عليه الحقيقة الثالثة يجب أن نكون في سوريا مجتمع موحد واحد كما قلت منذ قليل نتوحد جميعا على كلمة سواء نريد ثورة ودولة للعذل والحرية والإخاء والمساواة بعد هذه المقدمة آتي معك إلى ما سألتني عنه ديمستورا يظن وهنا أستطيع أن أقول هناك نوع من أنواع المنافسة الفردية بين شخصيات سياسية يعني نحن عندنا الآن في السياق كوفي عنان، ثم الإبراهيمي، ثم ديمستورا ثلاث شخصيات، كل واحد منهم يريد أن يتعلم الحلاقة أو الجراحة في جسم الشعب السوري وفي جسد الشعب السوري وكل واحد منهم يريد أن يثبت للعالم أنه أبرع من الذي سبقه وعلى هذا الأساس نحن الآن نرى ديمستورا يتصرف كما تصرف كوفي عنان في يوم من الأيام كما تصرف الإبراهيمي في يوم من الأيام من حساب الشعب السوري، من وقت الشعب السوري، من دم الشعب السوري لكن حتى هذا الذي يتصرف ديمستورا وهو انطلق من مبادرة قدمها بشار الأسد بتعديلات طفيفة لكي يظهر نفسه ناجحا ودبلوماسيا وبارعا هذه المبادرة الساقطة بالنسبة للسوريين أصلا يبدو أنها كما تفضلت غير متفق عليها دوليا وهي لم تلقى القبول على أكثر من مستوى بشار الأسد الذي أحب أن يكسب المزيد من الوقت وقال أن هذه المبادرة أو هذا الكلام قابل للدراسة الآن هو أمام مشكلتين أولا الروس حاولوا أن يطو مبادرة ديمستورا بمبادرة بديلة تقدم بها هم ثم الإيرانيون الآن يتحركون ويتحركون بطريقة محمومة لكي يتقدموا وليكونوا أصحاب مبادرة اسمح لهذه نقطة مهمة الدور الإيراني يجب أن نتوقف عنده في هذه المرحلة الإيرانيون الآن يتواصلون مع كل الأطراف ليكون لهم مبادرة لأنهم يشعرون أن بشار الأسد الهش القابل للسقوط في أي لحظة كما سقط في وادي الضيف وكما سقط في الحامدية بشار الأسد هذا إذا سقط لن يخم ليسوا آسفين عليه ولا يبالون بسقوطه ولن يذرفوا عليه لن يبكي أحد على بشار الأسد ولكنهم يراهنون عليه كجزء من مشروعهم هم لهم أربع سنوات ينفقون الأموال ويبذلون الدماء الإيرانيون الدماء التي تسفك في سوريا من حزب الله من ميليشيات حزب الله ومن الميليشيات العراقية ومن الميليشيات الشيعية الأفغانية التي يأتون بها من أفغانستان هذه كلها بالنسبة إليهم دم واحد بالنسبة للإيرانيين هذا دم شيعي وأموال ألا تعتقد أن المبادرات المحمومة الإيرانية جاءت متزامنة مع انخفاض رهيب في أسعار نفط هذا جزء اقتصادي من المعادلة لكن الجزء السياسي أو الاستراتيجي الذي أتحدث عنه أنهم اكتشفوا بأن ضربة وادي الضيف لم تكن محسوبة لكن هم شعروا أن هذا النظام لم يستطع أن يقاوم ساعة وانهار بشكل عجائبي وبالتالي قالوا ماذا لو حصل هذا في دمشق لو أن هذه القوى الآن الموجودة في الغطاء أو الموجودة في درعش استطعت أن تحقق مثل هذا الانتصار يكون كل الذي حرثناه وفلحناه وبزرناه وقد ذهب أدراج الرياح لذلك هم يحاولون في لقائهم مع الأتراك وفي لقاءاتهم مع الروس يحاولون أن يوجدوا مبادرة يستحصلون بها على شيء ما من بعد كل هذا التعب لذلك الآن ديمستورا يكاد يكون مطويا على الصعيد الدولي ومطويا على الصعيد الأقليمي المبادرة الروسية لم تجد حتى الآن من يلتقطها أو من يصغي إليها أنا أعود فأقول للشعب السوري للمجاهدين السوريين للمقاتلين السوريين أشد على أيديهم جميعا أدعوهم إلى التوحد أدعو الذين يحملون برامج منفرة أن يكفوا رسول صلى الله عليه وسلم جاء مبشرا ولم يأتي منفرا أن يكفوا عن التنفير بأحاديث لا قيمة لها وأن نجتمع على بناء سوريا واحدة النصر ممكن والنصر قريب إذا أحسننا التعامل مع هذا طيب الآن نعود في الدوامة التي كلما غابت ظهرت وطفت على السطح من جديد وهي مجلس الأمن والفيتو الروسي والخوف من الفيتو هذه الدول التي تعترض دائما على الحلول الآن بريطانيا وفرنسا تشترط أن تكون هناك ضمان أن تكون هناك ضمانة لتنفيذ أو للإشراف على حل تكون بإشراف أممي قرارات أممية واضحة رادعة لأي جهة ربما تخل بهذا الاتفاق هذا هو الشرط ولكن هذا ربما يصطدم أيضا مرة أخرى بالفيتو الروسي ويحتاج إلى قرار مجلس أمن قد يصطدم به فإلى مدى نحن الآن في نفس الدوامة التي شهدناها في جينيف يعني سيدي أنا أريد أن أقول شيء مهم أول أقول الغرب والغرب الأوروبي بشكل خاص يعني ما يسمى العالم الحر يعني الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومعهم ألمانيا مع الأسف مع الأسف الشديد أقول هذا الكلام لديهم موقف اتهامي مسبق للشعب السوري موقف اتهامي مسبق على مذهب من قال لو خرجت من جلدك لم أعرفك يعني الشعب السوري بالنسبة إليهم متهم بأنه إذا صار أمره بيده يعني إذا حكم نفسه إذا امتلك قراره الديمقراطي سيكون أسوأ ومع العذر لكل أبناء شعب السوري مجتمعين من بشار الأسد وطغمته في حكم سوريا لذلك هم خلال أربع سنوات يرضون ببقاء بشار الأسد يرضون بكل هذا القتل بزريعة ماذا؟ يقولون الخوف على الأقليات وكأن هذه الأقليات لم تعيش أو في جنب هذا الشعب يموت شعب من أجل الأقليات هذه الأقليات موجودة على ألف وخمسمائة سنة موجودة محفوظة محمية كريمة 12 مليون شخص سوري مواطن يتشرد من أجل أقليات إذن هذه المعادلة هذه المعادلة التي لا تستقيم رجل يقتل ويدمر ويغتصب وينتهك ويعذب ومجتمع على هوى نفسي على خلفه أنا قرأت كتاب لكاتب بريطانيك كاترين أرمسترونج الحرب المقدسة تقول نحن تكلم هي عن نفسها كبريطانية تقول نحن تعلمنا في المدرسة المدرسة الابتدائية والإعدادية في التاريخ البريطاني أن ريتشارد قلب الأسد الملك البريطاني الذي أسره صلاح ديل أيوبي كان بطلا قوميا نبيلا ذهب ليقاتل الأوباش والهمج فين يقاتل الهمج والأوباش على أرض الشام في سوريا في الأرض المقدسة إذن كل بريطاني مع الأسف أقول هذا الكلام كل فرنسي في خلفيته الذهنية التربوية الثقافية سواء كمتدين أو غير متدين أن الذين يسكنون هذه المنطقة أن الذين يسكنون على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط هم هؤلاء أو باش وبالتالي هم يخافون منهم أو يتخوفون منهم أو يتهمونهم أو يحملون لذلك أنت تقول لي بأنهم يريدون 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 الشعب السوري أنا أتكلم عن شعب سوري لا أتكلم عن طائفة في سوريا أولا أنا لا أرضى أن أقول أنه في سوريا في شيء اسمح لي أخي سرمد أقول هذه الكلمة نحن في سوريا ليس عندنا طائفة سنية أهل السنة في سوريا ليسوا طائفة هم عموم الناس هم الشجرة الشجرة فيها فروع لكن الكل اسمه الشجرة اسمه الجذع العام أهل السنة ليسوا طائفة يعتدون على طائفة ليسوا مجموعة ترد الكيل لمجموعة يجب أن يتصور هذا هناك شجرة موحدة فيها فروع هذه الشجرة هذا الجذع الكريم ظل على مدى التاريخ يروي هذه الفروع هذه الأغصان لم يجتف أنتظرنا تقودنا إلى تساؤل حقيقة حول ديمستورا وحديثي عن يعني حل يشبه الحل البوسني ولأن سوريا فيها أعراق وطوائف فكيف يمكن أن تتصور هذا الكلام هذا الكلام هو كلام راسموسين راسموسين عفوا هو الأمين العام للناتو السابق هو شخصية على دولية على مستوى المجتمع الدولي يعني شخصية فاعلة كان له بالأمس كما قالوا محاضرة في عنتاب في جامعة تركية تحت عنوان الشرق الأوسط المشكلات والحلول فجاءنا بالتصريح أخي سرمد بكلام خطير ما كان أحد يتصور أن يصدر عن شخصية في مثل هذا المقام وهذا الكلام بالفعل أنا أقول وأستفيد من وجودي على هذا المنبر هذا الكلام يحتاج من كل قوى المعارضة السورية أن ترد عليه ردا يستحقه هذا الكلام لأننا عهدنا كل الفترة الماضية كل الذين يتحدثون عن السورية أو عن العراق يؤكدون على وحدة سورية أرضا وشعبا وحدة سورية الدولة الأرض والشعب والناس لكن راس موسيم بالأمس كان يتحدث كلاما غريبا يقول في سوريا أنه يرى الحل بالتقاسم بالتقسيم يعني سوريا حسب الهويات الإثنية وحسب الهويات الدينية وعلى ما جرى في البوسنة في منطقة البلقان وهو يقول بأن انقسامات الدينية والعرقية في سوريا يعني أشد عمقا مما كان عليه الأمر في البلقان طبعا هذا الكلام أولا سياسيا مرفوض ومستنكر ومدان ومردود على صاحبه ولا يجوز أنا أقول لا يجوز لمعارضة سوريا راشدة أن تنام عليه لأن أخي أحيانا هذه الآن قد يكون وجه نظر يقولون أطلقها فرد لكن هذا ليس فردا عاديا ليس صحفيا مجسسا للنبض هذه الفكرة الآن هي فكرة جنينية ستكون قابلة للنمو وللتداول ثم توضع على جدول الأعمال ثم تناقش ثم تبرمج ثم طبعا الناس كثيرون يقولون أن الخرائط قد رسمت والشعب السوري الذي يثور على بشار الأسد يثور على كل مشروع لتقسيم سوريا ولتقسيم إنسانها وبالتالي هذا كلام خطير ومهم جدا شيء ثاني مهم أقوله أنا من هذا المنبر أيضا يعني رسموس الذي يهرف بما لا يعرف لا الوضع في سوريا ليس كان الوضع في البلقان أنا كما كنت أقول الديمغرافيا فيه شيء اسمه رقم يحكم سوريا صحيح قد نعد طيب إحنا نتكلم عن المسيحيين في سوريا المسيحيين في سوريا كيف يشكلوا أخي سرمد يعني النسبة القديمة اللي كنا نتحدث عنها أنا لا أريد أن أختصر الآن 10% الآن إحصاءات الجديدة تقول أنه 4% لأنه كل الشعب السوري عبها جير ومنه ليس الآن بعد الثورة من قبل من أيام بيت الأسد طيب 10% كم مذهب المسيحيين في سوريا 13 مذهب إذا أنا بدي أجي أقول الكاتوليك وبروتستانت وأرثوذوكس وأرمن وآشور وكلدان ومأوز يعني هذه عملية تبديد لكي تعطي المسيحيين قوة وأنا أريد أن أعطيهم قوة أقول المسيحيون في سوريا 10% ما أقول والله أنه نصف في المئة كلدان وربع في المئة سوريان وخمس في المئة أرثوذوكس هذا عملية تبديد للمجتمعات نحن لا نريد لمجتمعنا أن يبدد المجتمع السوري في البيضة العامة للمجتمع السوري 75% 80% منه له هوية واضحة محددة يعرفها كل السوريين الآن العشرين في المئة إن قسمتهم على مئة طائفة وجنسية أو نقسمتهم على ألف طائفة وجنسية اسمهم إيش أقلي 20% يعني لما نقول في مع احترامنا لكل المكونات عندنا علويين وعندنا دروز وعندنا المستنوى المزهبي وعندنا إسماعيليين وعندنا يازيديين وعندنا على مستوى القومي عندنا أكراد وعندنا تركمان وعندنا آشور وعندنا كلدان وعندنا أرمان كل هؤلاء كل هذه الأسماء أيها السوريون حصيلتها إذا قللنا عشرين وإذا كتبنا خمسة وعشرين في المئة ولا أظن أحد يخالفني في ذلك إذن عندنا نحن خمسة وسبعين في المئة جسم عام يشكل الهوية العامة في سوريا كلام السيد راسموسين هذا يقول انقسام أشد عمقا هذا كلام مردود عليه سياسيا وعلميا وموضوعيا ولا يجوز السكوت عنه نقطة ثانية أريد أن أؤكد عليها ونقطة مهمة جدا جدا المشروع الوطني السوري هو المشروع الوطني السوري الذي تعبر عنه المعارضات السورية الراشدة هذه الفقاعات المتطرفة العابرة للزمن التي ساهم في تشكيلها تخلي المجتمع الدولي عن الساحة السورية عبث وفساد وتآمر بشر أسد وإيران وروسيا تشكلت الآن مجموعات هذه المجموعات لا ثبت ولا بقاء لها يعني نحن لا نأتي ونقول من أجل والله التنظيم الفلاني أو المتطرفين سوف نغير لا هناك مشروع وطني سوري لمجتمع مدني موحد تقوم عليه دولة مدنية واحدة المواطنة فيها هي أساس الحقوق والواجبات هذا الذي نسعى إليه هذا الذي نريده لا نريد ولا يمكن وأنا أستغرب حتى الآن اليوم وأنا أتابع لم أجد أن تصريح سيد راسموسيد على خطورته قد لقي من ردود الفعل المناسبة من القوى المعارضة أنا أتكلم عن قوى المعارضة لكن هو ليس ربما بمنصف فاعل أو ليس هو بمكان فاعل هو ليس بالشخص القليل أنا قلت ونوهت هو من الأشخاص القلائل فعني صحيح هو الآن ليس في موقعه القيادة الذي كان فيه هو كان خلال ثلاث سنوات ماضية كل يوم يخرج علينا وبدون أن يسأله أحد يرسل رسائل التطمين لبشار الأسد ماذا يقول بشار الأسد يقتل ويذبح وينتهك ويستخدم الغاز يقول ليس عندنا في الناتو خطة للتدخل العسكري في سوريا ونحن لم نطالبه بأن يأتي إلى سوريا وأن يتدخل لكن هذه نسميها مفهومها العكسي عندما يقول نحن ليس لدينا خطة للتدخل العسكري هي رسالة تطمين لبشار الأسد أقتل ما شئت افعل ما شئت نطلق يدك لمزيد من التدمير والقتل والذبح والانتهاك فنحن لن نأتي لنأخذ على يديك هذه الرسالة يعني راس موسين ليس إنسانا جاهلا أو غمرا هو إنسان يتحمل مسؤولية ومسؤوليته عما جرى في سوريا هو والناتو والولايات المتحدة والغرب الأوروبي الحر وروسيا والصين مسؤوليتهم عما جرى في سوريا مسؤولية تاريخية لن يفلتوا منها على الأقل أمام محكمة الضمير الإنساني طيب في دقيقة حتى نأخذ فاصل قصير ثم نعود سيد زهير يعني اعتقادك أن التباين في الموقف الأوروبي الآن بريطانيا وفرنسا من جهة وبقية الدول الأوروبية من جهة أخرى حول مهمة ديمستورا هل تضع هذه الخطة في طريق الفشل؟ يعني أنا أقول كأنها قد طويت منذ الأيام الأولى وديمستورا الآن هو حائر يكاد ينسحب ويلملم أوراقه وكثيرون نصحوه بالانسحاب والمعارضون السوريون كما تفضلت أو الثورة السورية التي ردت عليه في وادي الضيف وردت عليه في الحامدية وردت عليه في المسطومة وإذا سمحت لي خلال هذه الدقيقة بشار الأسد عندما سحب بقية المعسكرات من المنطقة من المسطومة ومن الأريحة الجنود خوفا أن يقع بهم وقع بهم في مواطن أخرى سحبهم مباشرة إلى مناطق السحل السوري هذا أيضا كلام له دلالاته الخطيرة والذي يرتبط ارتباطا مباشرا بما صرح به راسموس بالأمس إذن هم يعدون عدة لأمر ما يجب على الشعب السوري والثورة السورية أن تتنبه لها طيب فاصلون قصر المشاهدين الكرام ثم نعود فابقوا معنا في أمر أولي الأمر حق ضائع قضايا لا تكشف ومصائر في مهب الريح حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات عضو البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات المغاربية جيل بارنيو يتحدث عن موقف البرلمان الأوروبي من قضايا التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لقاء في أوروبا يأتيكم في الأوقات التالية تتصاعد الأحداث في العالم العربي يتراجع الخبر في بعض الدول ويزداد سخونة في دول أخرى ويبقى الحدث الفلسطيني حاضراً على أجندة الحوار نتابع الخبر الفلسطيني نحلله ونبحث في تفاصيله وندرس تداعياته على الأرض والقضية والإنسان بانوراما فلسطينية تأتيكم على الهواء مباشرة الجمعة الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينيش تتصارع الأحداث في الشرق الأوسط وينشغل العالم بالربيع العربي وفي زحمة هذه الانشغالات تفتح قناة الحوار بوابة على إفريقيا ملفات إيريترية يأتيكم الأحد الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينيش أهلا بكم مرة أخرى ومن جديد نرحب بك سيد زهير سالم دير مباشرة العرب للدراسات في هذه التغطية حول التطورات في سوريا الآن قلت أن نظام بشار يسحب قواته الآن من غير قتال من معسكرات مهمة وستراتيجية وفيها جنود عدد من الأسلحة وعدد من الجنود يسحبهم بدون قتال إلى مناطق الساحل وحذرت من أن هذا مؤشر ربما يبعث على تساؤلات قد تقودنا إلى حقائق معينة فهل لك أن توضح أكثر يعني هذه الهزائم التي وقعت في منطقة المسطومة ثم في منطقة الوادي الضيف ثم الحامدية بالقرب منهم في أريحة وفي مناطق في معسكرات عسكرية لما يسمى الجيش السوري سابقا فيها بيئات الجنود بعتادهم بسلاحهم الخفيف والثقيل بشار الأسد والطغمة التي معه شعروا ربما أنهم غير قادرين على الاستمرار في حماية هذه القطعات العسكرية بدلا مثلا في منطق الحرب القائد العسكري يرسل تعزيزات للمناطق التي يريد أن يحافظ عنها لأن تسليم الأرض والانسحاب منها ليس أمرا سهلا لكنهم في خطوة استباقية انهزامية استباقية تركوا هذه المعسكرات تركوا هذه القطع سحبوا من فيها من الجنود سحبوا من فيها من عتاد ليس إلى مناطق قريبة منها مثلا إلى مناطق أكثر تحصينا أو أكثر قربا منها نحن الآن نتحدثها في الشمال وإنما سحبوها إلى الغرب سحبوها إلى مناطق الساحل السوري الله نحن نعرف جميعا ويعرف كل السوريين معي بأن منطقة الساحل السوري في تفكير في خلفية نفسية ذهنية لبعض مرضى النفوس من التابعين لبشر الأسد ولو أريد أن أقول من أبناء أي مجموعة سورية أن الساحل يمكن أن يكون ملاذ أخير ويمكن أن ينفذ فيه الحلم الفرنسي القديم عملية فصل الساحل والانفصال به وتكوين دولة تابعة وخاصة على المستوى الطائفي للدولة وهذا الذي قلت يرتبط بما طرحه ديمستورا إذن الآن تحويل الساحل إلى ترسانة رجال وترسانة أسلحة هو نوع من أنواع التفكير الانهزامي الحالي والتفكير الخياني المستقبلي بأنهم يمكن أن يكون لهم شأن ما في الساحل السوري أنا أريد أن أقول لهم بأن لا يخطئوا هذه الخطيئة التاريخية أولا أنا أحب أن أقول ديمغرافيا كما كنت أتكلم منطقة الساحل ليست خالصة لأي طائفة منطقة الساحل هي منطقة سورية الذين يسكنون فيهم من الشعب السوري فيها من كل المذاهب والأكثرية الكاثرة في مدنها الكبرى ليست لمصلحة أحد والذين يقاومون في حلب وفي دمشق وفي حماة وفي درعة سيقاومون أيضا في الساحل والثورة ستصل إلى هناك ولن يستطيع لا أمريكي ولا روسي ولا إيراني أن يحميهم هناك ستكون المعركة أصعب ستكون المعركة ذات كلفة أكبر ولكن عليهم أن يفكروا بطريقة نحن لا نريد لا نريد الآن وأنا أريد أن أرسل هذه الرسالة مهمة جدا لا نريد أن ينتصر فريق أو طرف أو فئة أو طائفة في سوريا بأي معنى من المعاني على آخر نحن نريد أن ينتصر كل الشعب السوري وكل المجتمع السوري على زمرة فاسدة مجرمة مستبدة قتلت ونهبت ودمرت وأساءت وأخرجت الأمة من مشروع الفعل الحضاري خمسمائة ستمائة ألف إنسان ثم ينتهي كل شيء ويعود المجتمع السوري مجتمع موحد متحاب متضامن يقيم دولته كل السوريين وأنا لا أستثني من أحد كل السوريين يحلمون بالعدل هل هناك إنسان لا يحلم بالعدل وكل السوريين ذاقوا الظلم من هذا النظام العلوي ذاق الظلم والسني ذاق الظلم والمسيحي ذاق الظلم والدرزي ذاق الظلم والإسماعيلي ذاق الظلم والكردي ذاق الظلم أكثر من الكل كل السوريين ذاقوا الظلم من هذا النظام نحن الآن عندما ننادي بثورة للعدل ننادي بثورة للحرية ننادي بها للجميع هؤلاء الذين جاء بهم بشار الأسد بيخوفنا منهم ليخوفنا نحن السوريين الذين يتصرفوا تصرفات أحيانا تقشعروا لها الأبدان هذا كلهم نوع من أنواع التمثيل المصطنع ليس التمثيل لا وإنما هؤلاء هم ممثلون طلب منهم أن يؤدوا هذا الدور في تشويه الإسلام وفي تشويه الفكرة الإسلامية وفي تشويه المشروع الإسلامي وهؤلاء كلهم شعروا أم لم يشعروا هم أدوات بيد بشر الأسد أو بيد إيران على نحوين من الأنحاء الآن بالرجوع إلى المعطيات على الأرض جنرال أمريكي جيمس تيري رئيس الحملة التي تقودها واشنط على تنظيم الدولة يقول نحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل من أجل القضاء على التنظيم الدولة أو في المعارك الجارية في سوريا نحتاج إلى ثلاث سنوات هكذا يقول إذا أتينا أيضا على المقرب الآخر في تركيا هناك عمليات تدريب للمعارضة وزير الخارجية التركية مولود جويش يقول أن تركيا قد تبدأ تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة المعتدلين كما وصفهم قبل مارس آذار هذا الشهر القادم طيب الآن ما بين الثلاث سنوات هذه التي يحتاجها قائد التحالف وما بين عمليات التدريب في تركيا تدريب لمقاتلة من؟ لمقاتلة التنظيم؟ ماذا عن الشروط التركية التي قدمتها؟ والاستراتيجية التي قدمتها من شاء منطقة عازلة واسقاط نظام السوري؟ الآن التدريب لمقاتلة من؟ تدريب لمقاتلة تنظيم قاعدة أم تنظيم الدولة أم نظام بشار؟ يعني سيدي الآن نحن دعنا نتحدث عن مشروع الحرب ضد ما يسمى الدولة وأنا دائما أن أقول وأعيد ولن أمل من القول أن هذه المجموعات ولا أريد أن أسميها تنظيم دولة هذه المجموعات هي ظل لمشروع الاستبداد والفساد والظلم والطائفية هي ظل له التي يمثلها بشار الأسد ويمثلها المشروع الإيراني في المنطقة عندنا في اللغة العربية مثلا يعني كيف ظل؟ عندك عود يكون له ظل امتداد على الأرض العرب تقول كيف يستقيم الظل والعود أعوج طيب إذا أردت أن تمحوا الظل سكوب عليه ماء احرقه ضربه بحجر الظل لا يمحى الظل يمحى يمحى بأن تكسر العود تنتهي مشكلة كل هؤلاء هؤلاء الناس الآن اسمح لي هؤلاء الناس الذين يقلون لك كل يوم يقتلون لهم خمسين يلتحق فيهم خمسمائة بإحصائات الغربة نحن لا يوجد إحصائات كل يوم يلتحق بهم وهم ما بدون يحاولوا يجففوا منابعهم وما يسمحوا لهم يطبعوا طيب هؤلاء الناس الذين يستنفرون من بلادهم من بيوتهم من أسرتهم وهم آمنون مرتاحون مطمئنون إن كان من بريطانيا وإن كان من فرنسا وإن كان من لماذا يخرجون من ديارهم أو من غيرها من السعودية من الخليج من مصر من تونس لماذا يخرجون من بلادهم رد فعل على الظلم لأنهم يرون حريقة من بعيد الحريق أقول هذا دائما أشعل النار في الصحراء في الليل تبدأ الفراش والهوام كلها تتساقط فيه أطفئ الحريق تنتهي القضية أطفئ الحريق ما في بريطاني يقول لك بدارو حقاتل في سوريا ولا في تونسي يقول لك بدارو حقاتل في سوريا ولا في جزائري يقول لك بدارو حقاتل أطفئ الحريق تخلص من بشار الأسد أول شيء تقطع المدد ما بتحتاج القضية 3 سن ولا 3 شهر إذا كانوا جادين يريدون أن يتخلصوا من هذه الظاهرة هذه الظاهرة مؤزية هذه الظاهرة مزعجة هذه الظاهرة خطيرة هذه الظاهرة تهدد مشروعنا نحن قبل أن تهدد الأوربيين لكن كيف نعالجها تعالوا نعلمكم كيف نعالجها تعالوا نشير عليكم كيف نعالجها ليس بالطائرات تعالج هذه الظاهرة اقتلعوا عود الظلم تقتلعون ظله تمحون ظله ينتهي لذلك الآن ثلاث سنوات لماذا استقال وزير الدفاع الأمريكي أليس لكي لا يتحمل تاريخيا مسؤولية عملية فهاش يقول لك ثلاث سنوات وبعد ثلاث سنوات يقول لك كمان ثلاث سنوات ويأتي واحد ثاني يحط الذنب على من سبقه إذن نحن أمام حالة من تدافع المسؤولية لأنهم لا يريدون أن يعملوا عقولا بطريقة التفكير المستقيم في حالات من التفكير أخي سرمت تسمى تفكير مستقيم في حالات تسمى التفكير الأعوج هؤلاء يفكرون وليس جهلا منهم لأنهم يريدونها عوجاء لا يريدونها مستقيمة يريدونها عوجاء يريدون أن يفرضوا على هذه المنطقة حكاما لا تريدها هذه الشعوب هناك أسئلة كثيرة سيد زهري يطرحها الشارع حقيقة نريد أن نطرحها تباعا مصراعا يعني مثلا اليوم طائرات النظام السوري وطائرات التحالف تتناوب على قصف الرقة قيل سابقا حتى المعارضة قالت أن تنظيم الدولة هو من صنيعت النظام كيف نفسر هذا المشهد؟ شوف يا أخي لكي تكمل اليوم قصف الرقة اليوم وبالأمس وقبل أمس ولكي أكمل لك السورة وطائرات التحالف تتتبع تنظيم الدولة وطائرات النظام تقصف المدنيين ونحن رأيناهم في يوم واحد قتلوا مئة مدني في طائرات بشار الأسد وأنا لا أسميه النظام طائرات بشار الأسد في يوم واحد قتلت مئة مدني في مدينة الرقة أبشر الأسد يريد أن يثبت للأمريكان بأنه خادم أمين مطيع ويطالب الأمريكان بأن يعترفوا به وأن يجددوا عقدهم معه وهو مستعد أن يفعل معهم كل شيء هذه هي النقطة لماذا تقول لي يقصفون يقصفون لأنهم كل الذي يريدونهم عقد وقعوا حافظ الأسد مع الإسرائيليين مع الأمريكيين مع الغرب من عام 1978 أو في الـ 67 والرواية الأصح في الـ 66 ثم جرى المنطقة إلى حرب الـ 67 ثم سلم الجولان للإسرائيليين وأسقط الضفة الغربية بأيديهم وأسقط القدس والأقصى بأيديهم ثم وكل كان الرأس المدبر في هذه الجريمة التاريخية بحق الأمة حافظ الأسد وليس غيره ليكون الكلام دقيقا سلمهم وعقد وقع عقد له ولذريته من بعده كما يقولون في كتب التاريخ الآن هذا العقد يكاد ينفصم بشار الأسد يريد أن يجدد هذا العقد بأي ثمن بشار الأسد ما في شيء عنده حرام ممنوع مقابل بقاءه في السلطة الهدف الأول والأخير له أن يبقى في السلطة ومستعد أن يدفع كل شيء ليبقى في السلطة فيقصف تنظيم الدولة ويقصف المدنيين ويقصف الآمنين ويقصف جنودهم هو ترك جنود ضباط من العاملين معه هو الآن عنده نساء نساء أخي سرمت أنت تسألوني شيء غريب نساء علويات وأنا أقول للذين يسرونهم هؤلاء بنات البلد نساء علويات محتجزات عند بعض التنظيمات الفصائل المقاتلة يرفض يرفض أن يقدم بدلا عنه بعض المعتقلين كنوع من أنواع الفداء إذا بشار الأسد ليس له قيمة يعني يتوقف عندها مستعد أن يفعل كل شيء مقابل بقاءه على كرسي الحكم وفي السلطة ولكن ألا تعتقد أنه حتى في مبادرة ديمستورا تضع بشار الأسد في مكانه دون التطرق لمصير بشار الأسد والحديث عن مصير بشار الأسد فقط توقف القتال في مناطق في حلب وتجميده وتجميده دون تطرق لمصير الأسد يعني هو ديمستورا كما يقولون عندنا بالعامل لا عدمتك يا لساني كيف ما درتك يجلس مع المعارضين قلهم بشار الأسد انتهى وأصبح قصة من التاريخ لا توقف عنده كثير ويقف مع الآخرين يقول كلاما آخر لكن الحقيقة التي يجب أن نتنبه إليها إلى أن بشار الأسد قد احترقت أوراقه عند الكثيرين حتى عند إيران حتى عند إيران لم يعد بفعل ما بفعل أن إيران كما قلت في بداية الحلقة إيران لا تريد أن تخرج صفر اليدين من العملية الآن إيران مهددة إذا استمرت بالمراهنة على هذا القل ستعلم إذا انجل الغبار ستعلم إذا انجل الغبار أفرس تحتك أم حمار فإيران بعد أن راهنت على هذا الذي كانت تريده أن يكون فرسا اكتشفت انجل الغبار واكتشفت أنه حتى في وادي الضيف لم يثبت ساعات وبالتالي فهو جدير بأن يسقط في أي لحظة وهي لا تريد أن تخرج كما يقولون من كل هذا الذي قدمته بلا أي شيء لذلك هي تسعى إلى أن تنال أي حظ من خلال صفقة ولو تخلت عن بشارة الآن بعد هبوط أسعار النفط يعني كيف يمكن أن يؤثر على دعم إيران يعتمد على المنتجات النفطية نعم انخفضت إلى النصف هذه لا يمكن أن تكون بلا انعكاسات الآن يعني هذه المشكلة الآن تواجه دولا كثيرة الآن نحن الذي لم نتحدث عنه الآن في عقوبة جديدة مفروضة على بشار الأسد وعلى مجموعته هو منع تصدير وقود الطائرات من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة وصدى قرار بالعقوبات بمنع تصدير وقود الطائرات هذه الطائرات التي تقصف وتقتل ربما لو كان هذا المنع في وقت مبكر لربما كانت له نتائج أولى لكن الآن قضية انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر بشكل مباشر على العراق ونحن نعلم أن كثير من أموال العراق في أيام المالكي كانت تدفع بأمر الولي الفقيه إلى بشار الأسد وعلى روسيا وروسيا ستتأثر بهذا كثيرا وعلى بنفس الوقت على إيران هناك ما هي خيارات النظام في هذه الحالة؟ يعني ربما سيجلب استثمار أكثر يعني هو بشار الأسد لا يبحث كما قلت عن هو خياره الوحيد هو أن يبقى في السلطة سوف يفعل كل شيء ليحقق هذا لكن يبدو أن المنافذ تسد عليه وأحيانا الإنسان يركب مراكب الاضطرار وليس مراكب الاختيار يعني قال فما حيلة المضطر إلا ركوبها فهو الآن تغلق عليه السبول لا يستطيع أن يقول أي كلمة لا لا لإيران لا لروسيا أولا ولا لإيران دعني أقولها بكل بساطة ولا حتى لحزب الله ولا حتى لكثائب فضائي أبو الفضل العباس في العراق لأنه أضعف من أن يقول ولو لا صغيرة ولو نعم ولكن أضعف من أن يستدرك على أي من هؤلاء لأنه في حالة من الهشاشة والضعف وهذا الذي يجب أن يدركه السوريون بأنه لا يستطيع هو الآن في وضع يترنح فيه لا يحتاج إلا إلى قال فوكزه موسى لاحظ التعبير القرآن الجميل فوكزه موسى فقضى عليه الآن يحتاج إلى مثل هذه الوكزة التي سيوجهها إليه إن شاء الله قريبا الثوار في غوط الدمشق أو في درعا في الجنوب عندما ذكرت هذه الميليشيات فقط لا يفوتني قبل نهاية الحلقة أن أسألك هل ثبت فعلا النديم ستورة قال أن هذه الميليشيات كلها شرعية باعتبار أن نظام طلبها للمجيء أم هذا حديث لم يفوت طبعا أنا لم أتابعه من جهة رسمية يعني بوكالة رسمية لم أستطع لكن الذي يجب أن أنبه إليه الآن المجزرة الأخيرة التي اكتشفت في شيخ مسكين مئات الأشخاص المدفونين والذين قتلهم جنود حسن نصر الله وقتلهم جنود بشار الأسد هذه المجزرة المروعة التي مقبرة جماعية اكتشف عناصرها كل هذا الظلم وكل هذا الإجرام والمجتمع الدولي يتفرج على حرب إبادة بكل معاني الحرب الإبادة سوف تأتي أيام يتحدثون فيها عن ما جرى في سوريا ويتباكون عليه كما يتحدثون الآن عن رواندا أو عن البوسنة وما جرى فيها من فضائح ولكن شعب السوري مصمم على أن يبقى في سيد زهير حقيقة نعم حتى يحقق نصره إن شاء الله عفوا المقاطعة يعني لم تجبني عن تساؤل حول المعارضة المعتدلة وهي تتدرب كما يصف وزير خارجية تركي في تركيا المحتمل أن تبدأ التدريبات في السنة القادمة قبل شهر آذار القادم طيب لمحاربة تنظيم الدولة التساؤل هنا عن شروط التركية التي وضعتها لتدخل في هذا المعترك يعني أنا أجبتك عن هذا السؤال في البند الأول الذي قلته عندما قلت لك الذي يجب أن نستخلصه من الصراع نصرنا نصنعه نحن هؤلاء إذا كانوا يتدربون عند الأمريكان أو بأمر الأمريكان أو بتوجيه الأمريكان نحن نريد جنودا سوريين شبابا سوريين يتدربون في مشروع وطني سوري لتحقيق مشروع وطني سوري هؤلاء الذين نعول عليهم هؤلاء الذين ننتظر منهم أن يحرروا سوريا أما أولئك فهناك مداخلات وتعقيدات في المجتمع الدولي لا نريد أن نتوقف أن نبني عليها كثيرا أنا صرت أتوقع أو أنظر إلى أن الحديث كثيرا عن ما يفعله الآخر بعد كل هذه السنوات أصبح نوع من العبث الانتظار الآن اليوم إذا سمحت لي القوى الممثلة المعارضة السورية لإتلاف وغير الإتلاف هؤلاء يضعون أنفسهم في موقف حرج يتحبلون مسؤولية تاريخية حرجة جدا جدا أخي كم نحن نتحدث عن اليأس كقيمة سلبية اليأس أحيانا يكون إيجابيا اليأس ليس دائما سلبيا اليأس من روح الله كفر لكن اليأس من أمريكا هو في قمة الإيجابية نحن بعد أربع سنوات وبعد كل هذا الظلم وكل هذا القتل ثم تجد معارض سوري يضع يده على خده ويقف ينتظر ماذا تعطيه أمريكا هذا نوع من التواكل ونوع من الانهزام ونوع من الانمحاق ونوع من الانمساخ في نفسية هذا الذي لم ييأس حتى الآن من شيء اسم مجتمع دولي أو عالم حر أو أمريكي أو روسي نصرنا أنا عندما قلت نصرنا نصنعه نحن أريد أن أقول يجب أن نيأس منها أنا لا أدعو إلا والله أولئك ما يساعدونها ولكن يا أخي كل الذي حاوله وكل الذي قدمه من تعديلات في التشكيلات وفي الخطاب وفي الوقوف وفي القعود وفي الخروج وفي الدخول لم يصلنا عشر معشار ما وعدنا به لذلك يجب أن يأسوا في هذا المكان في هذا المقام اليأس حال جميل يجب أن نيأس من هؤلاء وأن نتوكل على الله ونعود إلى ما أعلن عنه الشعب السوري دائما ملنى غيرك يا الله شكرا جزيلا لك سيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات على حضورك معنا في الأستوديو الشكر مصر لكم مشاهدين على حسن متابعتكم وإلى اللقاء بإذن الله حيكا لحسن